وكأن المشهد السوداني يتجهز لاحتمالات أكثر دموية من تلك التي يعيشها السودانيون منذ أيام موجات إجلاء متسارع للدبلماسيين والرعاية الأجانب وتوقعات باتساع رقعة المواجهات واحتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لسيما أن تلك القوات أعلنت حصولها على أسلحة تقيلة تتضمن عشرات الدبابات الأمر الذي يرجحه معه الدخول إلى حرب طويلة الأمد في السودان بالنظر إلى أن هناك الكثير من الحركات والتنظيمات المسلحة التي كان من المفترض أن يضمها الاتفاق السياسي النهائي تلك الحركات والتنظيمات ربما تجد نفسها أمام اختيار إجباري للاصطفاف إلى جانب الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أو إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة حميتي وسط زحام الاحتمالات هذا يتوالى إعلان الهدنة تلو الأخرى برعاية أممية أو أمريكية أو إفريقية لكن القاسم المشترك بينها استمرار القتال بين الجانبين المتصارعين وإن خفت حدته نسبياً الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش طالب البرهان وحميتي بإخراس أصوات البنادق محذراً من احتمالات امتداد الأزمة إلى ما وراء الحدود السودانية نحو الدول المجاورة الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويؤخر التنمية في المنطقة لعقود طويلة ما يعني نشوء أزمات وصراعات جديدة في المستقبل بحسب تصريحات جوتريش وعن استعداد طرفي الصراع لحل سلمي تقول الأمم المتحدة أن البرهان وحميتي يظن كل منهما أنه قادر على حسم المعركة في ساحة القتال ولذلك فإن اتفاقات الهدنة تتحول إلى فرصة لإعادة انتشار القوات المتحاربة والحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر استعداداً لجولة جديدة من القتال الصراع على السلطة والنفوذ في السودان قد يفتح الباب أمام تطورات بلغة السوء بحسب ما يراه محللون إذ أن دخول أطراف إقليمية على خط الدعم العسكري للمتصارعين بات مسألة وقت لا أكثر وحينها قد لا تجزي جهود دولية أو إقليمية